السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا جميلة الخير صراحة في موضوع يعني صراحة منتشر يعني بزيادة فتكلمت أنا عنا في يوم من الأيام في البث لكن صراحة كان يعني الأسلوب لما طرحته في البث كنت معصف شوي فقلت أعيد تصويره أفضل بحيث أنكم تستفيدون وتفيدون الناس بعد طبعا حنا الآن حنا طبعا حنا الحين في سنة جديدة حنا وغلبكم يدري يعني حنا دخلنا الحين سنة 2022 ففي ناس الله يهديهم يحتفلون بهذه الأيام عشان دخلنا والله 2022 وطبعا نفسه ذا الموضوع في ناس يحتفلون بعيد الميلاد وعيد الحب وعيد الصداقة والأمور يعني الأمور هذول يعني كلها طبعا أنا بتكلم عن شيئين يعني في ناس ما يعرفون أن هذا الشي حرام لأن المساكين صاروا يعني يشوفون الأشياء هذي من اللي حولهم كأنه شي عادي وما يدرون أن يعني ما يدرون أن الحرام وفوق هذا ذنبه يعني ماهم بسهل طبعا البعض ما يدري إنا يعني ذا الشي ترى بدعة ورسول عليه الصلاة والسلام وش قال من تشبه بقوم فهو منهم والله عز وجل قال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم ركزوا هنا ومن يتولهوا منكم فإنه منهم وفي نهاية الآية إن الله لا يهدو القوم الظالمين فيعني ليش ليش يعني بعيدا عن أننا حرام أو حلال وحنا أصلا عندنا عيدين ليش نقلد الكفار سواء باحتفال الرأس السنة والمور هذولي يعني صراحة ما أعرف هسميهن عيد ميلاد ما عيد ميلاد الأمور ذولي فالصراحة بيزعل مني البعض زي ما زعل مني الكثير ليش؟ لأن والله يجيك شخص ينزل ستوري يلا يا جماعة الخير حنا والله اليوم عيد ميلادي يجيك نزل يعني والله استوري إنه دخل عمر جديد فيجي يجون الناس يعطونا هدايا ويبركون لو يفرحون لو ينشرون والله ترى دخل عمر جديد كل عام ونتم بخير هاذي يا جماعة ما يجوز والله تعبت وأنا أنصح الناس وكل ما أنصحهم وجي لتسوي مطوع وجي مدروش شو لا لا عادي هذا مو عيد ميلاد هذا يوم ميلاد وهو يعتقد أن أسوه خير لما غير الاسم هي بالنهاية كلها نفس الفعل فصراح هذا شي حرام يا جماعة طبعا الواجب علينا حنا يعني حين يعني لما نشوف ناس طبعا أنا أولكم يعني النصيحة هذه لي قبلكم عشان ما أحد يقول وجي طالع منها بالعكس كلنا نغلط لكن إذا شفتوا أي شخص مثلا يحتفل بأي شيء عيد ميلاد عيد صداقة وعيد ما الأشياء ذولي كلهن لا تروح تفرح تفرح لا تعطي هدايا تبارك لا تنشر ستوري ومدروه ذولي كلها بالعكس بالعكس الهدية اللي مفروض نعطيهم إياها اللي هي نصيحة لأن هذا واجب علينا واجب علينا بالأمر بالمعروف أن هي المنكر فزي ما قلت لكم الواجب علينا أن نصحهم ونبارك لهم لأن زي ما قلت لكم قبل لأن هذه بدعة ترى أول شي حنا عندنا عيدين عيد فطر وعيد أضحى فليش الزيادة على غير سنعة وغير فائدة والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فليش الأشياء الزيادة وبعيدا عن أنها زيادة ما هو اقتداء بس تقليدا بالكفار من عيد ميلاد ولا راس سنة والأمور هذولي كلها فالصراحة أنا أعتذر على الإطالة بس دائما عندي متابعين يا رب لك الحمد حبيت أستفيد وأفيد وياليت بعد أنكم تفيدون أني ما يعرفون أني حرام لأن بالنهاية طرى ما أحد معصوم على الخطأ وكلنا نغلط ونذنب فبالنهاية الواجب علينا نصيحة أي شخص تشوفه أنصحه إذا تقبل جزاء الله خير وإذا ما تقبل عدد الشك والله فالزبدة تمنى أني ما طولت عليكم فيعطيكم العافية على الاستماع ونشوفكم إن شاء الله على خير في اليوم الجاية ويا رف في أمان الله